أكدت هيئة عائلة المحتجزين الإسرائيليين في غزة أن نشر تسريبات من لقاء يجمع عائلات المحتجزين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يعد جريمة بعد أن هاجم قطر خلال الاجتماع وأضافت الهيئة أن هذه التسريبات تسهم في تعريض المحتجزين للخطر وأشارت إلى أن المصدر الوحيد لها هو مكتب نتنياهو والمقربون منه مشددة على خطورة سماح الرقابة العسكرية بنشر هذه التسريبات